وأكد مدبولي أن زيادة الصدرات هي مسألة أمن قومي لمصر ويأتي على رأس اهتماماتها وأشار إلى أن هناك برنامجا لسلاث سنوات بقيمة سلاثين مليار جنيه الحكومة الحقيقة عملت برنامج مهم جدا كبرنامج جديد حيستمر لمدة ثلاث سنوات قادمة اعتبارا من العام المالي قادم وهو أنه حيبقى عندنا برنامج وده تم التوافق فيه مع مجالس التصدير والغرف التجارية حيبقى لمدة ثلاث سنوات بضوابط محددة سبتة ويمكن حطينا أول عام منه العام 23-24 ما يقرب منه أو 30 مليار جنيه دعم صدرات على الرغم من الأزمة الكبيرة جدا اللي العالم كله بيمر فيها واللي حضركم عارفين بالتأكيد مصر نهارده وكل تركزنا على ترشيد الإنفاق وإن إحنا إزاي نحافظ على انضباط الموازنة ولكن كان التأكيد أن قضية دعم الصادرات وزيادة صادراتنا دي قضية أمن قومي